حبابي الحلوين سلام عليكم ان شاء الله نهار ده كده روتين انا اوضي من اقول الاخروا مع بعض اه ده تاني يوم تقريبا ما كنت بنزل لكم الفيديو اللي فات فالمهم انا سحي اتخذ مهلقة عسل في نسبة دوابها في شوية مية ضافية مفيش مشكلة بس انا باخد المية لوحدها وباخد العسل لوحده وفي كده الحالتين صحة مفيش مشكلة يعني ما بحسش ان انا بها اضرب لعنا المية بالعسل فقط لغير يعني بعد كده هشرب كوبايتين موية مش هعمل المشروب اللي انا بعمله العادي النهاردة مش مستمر عليه يعني بستمر هالي اسبوع وبريح اسبوع وبعد كده برجع تاني اكمل فيه فانا شربت كوبايتين بس موية كده وانا واقف على السريع في المطبخ بحاول بس ما عملش اي كاركبة حواليا لانه لولو نمت بعد الفجر مش عارفة كانت فيه سنة طلعالها مالها كم يوم كده مقريفاها ومزهقانية انا في عشتي بحاول انها ما عملش اي كاركبة يعني اه المهم اه غسلت جدا انا اتوليت على طول في السريع المنظف بتاع مايوي اعتقد ان انا اتكلمت معكم في الموضوع ده كتير ومبقيتش احب ان انا اجيب الحمام وانا بعمله يعني مش شرط مرة كده ومرة كده عشان بس الناس ما تملش اه كمان غسلته اي الشي اه انا عايز اجيب هيمالايا اللي هو الفوم الغسول الناس كتيرة جدا بتشكر فيه اه وشايف عنه رفيهات كتير خصوصا للبشرة الجفة زي حالتي فعايز اجربو فالو حد فيكم مجربو اللي هو الفوم بتاع هيمالايا يقولي رأيو فيه المهم اه بعد كده حطت دورة غسيل علشان انا نزلها النهاردة كان في حاجة كتير نقصة في البيت ولسه ما جبتش الخزين او مش قادر ان انا انا اجيب خزين دلوقتي فاجبت حاجات كده اتمشيني اسبوع ان شاء الله اسبوع كده ولا حاجة هنزل علشان اجيب الخزين لانه معظم الحاجات اللي عندي يعني كانت خلصت فانا قلت خلص كل اللي عندي بقى مرة وبعد كده ابقى اجيب هفطر كده فطر في السريع ما تشايب لمن ولو اني مش من محبيه او يعني بس ما علينا وورقتين جرجير او عم التساندوتشين فينو في جبنا وحطيت حطتين لانشون كده وانا برضو مش من محبين ويعني عندي بوزي يعني بيعشق حاجة اسمع لانشون بس ما علينا يعني مهم افطرت ونزلت ورجعت اليوم ده انا كنت رايحة الشغل يعني ما طولتش فيه كنت رايحة بس اودي ورق وحاجات وراجعة على طول ها جبت شوية المشتريات وانو شايف هنا قدامكم دول جبت علبة لمن لفانيتا طبعا مش هكفي باسباب ولا حاجة انا تقريبا بعد الفيديو ده بيومين بالضبط ان زلت اجيبت المشتريات لانه اكتشفت ان في حاجات تانية كتير كانت نقصة عندي ومحتاجها مهم جبت بيبسي عشان جوزي كان عايزه انا انا شخصيا انا زمان زمان قبل ما اتجاوز كنت مدمنة يعني مدمنة دي كلمة قليلة بعد الجواز لا مش عارفة ما بقتش بستهويه خالص يعني ملهاش علاقة بالجواز بس هي حسب بقى نفسيات ما تفهموش حاجة كده يعني كمان جبت السجاء بتاع اطياب علشان بكرة ان شاء الله هامل منه غدا الزوجي علشان ياخدوا معاه الشغل وانتعارفين بعملوا الغدا وبياخدوا معاه لانه حاليا وبيتأخر كمان جبت علبة دونتي اللي هي السيلفر دي اه وجبت اللي هي انا مسألة لسي انه محمد ايه تاني اه اللي جبنا الشيدر اللي هي المستوردة مش المطبوخة افضل كتير جدا جدا من العادية من الشيدر المطبوخة كمان جبت لانشون ان اللي عندي كان اخر قطعتين كده فانزلت اه جبت بالمرة يلا كله مع بعض وكده وانا راجعة من الشغل قعدت بتاع الساعة في الفرجاني عشان شوية الحاجات كان زحمة جدا 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 فيديو المشتريات حينزلكم اعتقد الفيديو اللي جاي او اللي بعده اه عايز اقول لكم ان هلقيت الفرجاني ناس بتشيل كمية رز وكمية سكر وكمية ملح ومكرنات وحاجاتك يعني طب يا جماعة في ايه اصليح ندخلنا على رمضان في ايه مش الدرجات دي يعني مش الدرجات دي مش الدرجات دي مش تبقى مجاعة ايو الحاجة بتبقى غالية في رمضان وكل حاجة بس معلش يعني مش كده على اقل يبقى فيه مجال للناس تانية تاخد كمان جبت علبة كيكا متعرفين بجيب له له جبت الاول زبادي اللي هي نسطنة جبت بسكوت ده ضيق فضيع فضيع محد يعي فضيع مش هككلم زياد عن كده وده كان باقي فلوس جبت بيه الفانيليا وكان كيس كده بيكنج باوضا نتعلي لكم الفيديو اللي قبله ان انا عايزة من مقارونا فشان ميله ما كانش عندي ايه لبن ولا عندي مقارونا اللي هي فرن فجبت واحد بس الملكة ما جبتش كتير علشان انا ما بحبش الملكة عموما بس انا لقيته قدامي وجبت شوية كده قلب وتحبيش بقى يعني زوم لو قعدنا شوية ولا حاجة اخر النهار ايه في حاجة نتسلى بيه ما كنتش لقي الكياس اللي انا بجيبها من كازيون لانه للاسف اكتشفت اني كازيون اصلا اللي جانبي هنا في سوق عالي هيروح شارع نصر الثورة مش عارف ايه اللي حصل يعني ما انه كان نفعني هنا جدا بصراحة وبجيب انه حاجات كتير وخصوصا المكارونات والدي بتاع القطيع كمان جبت خضار لانه الخضار الطمطم اللي جبتها المرة اللي فاتت دي مكنش جايبة كتير فكنت جايبة تلاتة كيلو علشان عايزة افرزهم بس ما فرزتهمش كلهم بصراحة وجبت كيلو جزر وجبت كيلو خيار وجبت تلاتة كيلو بطاطس وجبت نص كيلو فلفل الوان يعنه الفلفل الوان اللي انا مفرزاه مش فاضل عندي غير كيس واحد فقط لغير وانا بحتاجه كتير جدا فبنا المعدة قطع وعمل بصراحة بينجيز لي في الوقت قوي خصوصا ان انا برجع من الشغل بعمل غدا عشان زوج ييجي ياخده فالوقت عندي دايق جبت الحفاظات بتاعت لولو اه مولفكس بس الستة القفل بتاعه اللي بتقفلي بيه ده بيبقى واسع شوية ومهوي البطن شوية عن الباقي بتحس ان هو مزنوق قوي فعشان كده بجيب النوع ده مولفكس رقم 6 الباكت بمية وتلاتين جنيه جبتهم برضه من منظفات بتاع فيرست وان اللي موجودة هنا في التلاتين سوق عالي كمان جبت عيش عيش سوقي عادي جدا جبت بخمسة جنيه انا كنت ناوة يجيب عيش سوقي بس بس سرقيت العيش ده لما بلي قدامه بصراحة بقف قدامه وتنح بقع عارفين اللي هو بفكرني بالعيش البيتي هو عيش ابيض مش عيش بيتي بيتي يعني دول خمس ترغفة بعشرة جنيه طبعا انتم خلاص حفظتوا اللي انا بعملو في اي عيش انا بجيبو لازم اشيل الرده منه كويس جدا لانه انا عندي زوجي من كأريه الفتافيت ما يحبش الفتافيت وخصوصا الرده فدي حركة هتسهل عليك كتير جدا عشان لو بناكل حتى مش بعد كل اكل انا كلها هنروح نجيبي المكنزة ونقعد نشيل ونعمل انا بشيل الرده كويس جدا منه سواء الوش او الضهر وبعد كده بقطعه اللي هو العيش الكبير ده اربع تربع وبشيل مسلا كل ست اربع كل ده من تربع مع بعض في كيس وعالفرزا على طول تطلعيه على الفرن تسخنيه او على التوستر زي ما انت عايز مش عارف انا عندي شرقة غريبة الشكل من الصبح مش رادي اطروح بص انتوا لو سمعتوا اي كركبة حوالي عارفوا انه لولو بتعمل مصيبة لانه نسا صحي من شوية فانا مرحلتش اسجل الفيديو حتى يعني اقطعت الفيديو كذا مرة بسببها التسجيل يعني لاشي التاني نفس الكلام عملته بنفس الشكل شيلت منه الرده عفوا علشان اسفو والله وهشيل الكلام ده كله على الفريزر وهسيب بس كم قطعة كده كم ربع الغداء بتاع النهاردة لو حد عايز يكل عايشي خسلت الخضار وسبته لما جف تماما عشان ابتدي اشتغل فيه براحتي بس قلت الاول هبتدي اشتغل في الغداء الطماطم اساسا كده كده عشان تبقى صلصة ما بتاخدش وقت يعني فمش مش لازم اعملها دلوقتي انو انا بس انا اقت منها الطري اللي هسلصه والباقي سبته جامد كده للسلطة وكده يعني بعد كده حطيت حل على النار فيها ميا سبت الميا لما بتدت تسخم وروح تحطم علاقة زيت و علاقة ملح وانزلت بالمكارونة بتاعتي علشان تتسلق قبل ما تتسلق اكون عملت شوية شربة خضار وعملت اكل لولو كمان مش هياخدوا معاي وقت خالص وانا مش عارفة هي بنتي بتعمل ايه دلوقتي تقريبا فوق دماغي وفوق كدفي مش عارفة ايه اللي بيعجبها في اللعبة بالشكل ده فمعلينا ربنا يهدي ربنا يهدي قلتلكم قبليك انا عندي زوجي شربة الخضار بالنسبالك كوسة بطاطس جزر وعادي ممكن يخليكي تعمليها بالكوسة والبطاطس بس يعني مش لازم انا لما بشرب شرب الخضار بخليها متحبشة بعرفين لو انتو فاصولية وبسلة ومش عارف ايه بتبقى حلو بصراحة جدا ومسكرة مش عارفة هو رفض الموضوع ده ليه المهم فقطعتها مقاعبات كده صغيرة علشان تستيقوا بسرعة لانه الوقت كان دايق معايا في اليوم ده في حتة الغدا شوية فعشان كده يعني موضوع سلنا لسرقت البط قبلها بيوم ايحني جدا 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 مهم بالمرة حضر غدا لولو علشان اخلاص منه اه تقفيل المكارونة انا عمسيت مكارونة بشمله وتقفيلها سهل الموضوع الصعب يعني كانت المكارونة اتسلقت خلاص وغسلتها وسبتها لما تتصفى اه وهعمل دلوقتي الشربة بتاعت الخضار ما هعملهاش بشربة تبط عشان ما تبقاش تقيلة قوي خصوصا ان البشمل بيبقى داسين فبقى محتاج حاجة جانب تكون خفيفة شوي حطيت معلقتين دجاج اللي هي ماجي وحطيت بعد الماية ما غلت بعد كده روح تنزده بالخضار سبتها غلوتين على العي وبعد كده وطيت اكلي لولو حط معلقة زيت صغيرة حطيت فيها بصلايا خضرة اه طماطماية وكساية ومنجزراية كله متقطع مكعبات صغيرة جدا عايزة تبشوري ما فيش مشكلة بس انا بحب اخليها يعني خضاري بقباين بحيس ان هي تستطعمه كمان بحط مكعب كده من اللحمة المعصغة وبعد كده بخصل روزه البسماتي كويس جدا وهنزله كل انا بحطه وبحط شوية كركم صغيرين شوية كمون وشوية ملح بس لا اكتر ولا اقل سبت الكلام ده كله على النار وقلت هعمل البشمل اه هعمله اربع معالق زبدة مع اربع معالق دقيق هشوحهم كويس جدا جدا وهنزل عليهم بكوباية من شربة البط اه عايزة هحطيها مية عادية يعني ممكن تغضي على فكرة المية اللي بتطلع من المقارونا من سلق المقارونا حلوة جدا باخد كوباية واحدة بس والباقي بلبن يمكن هحطه كوبايتين كمان من اللبن او تلاتة على حسب السمك اللي انا عايزة وهقلبه كويس جدا نحطوله واحدة من مرأة الدجاج مش هحطه انا كنت بالعادة بحط جبنة مسلسات بس مش هحطه علشان المرأة بتاعة الشربة بتاعة البط داسمة شوية المهم واسبته لما اخد السمك اللي انا عايزة بعد كده رحت ببطنها الصينية بتاعة اللي انا هعمل فيها انا عمل صينية صغيرة مش عمل صينية كبيرة ليه يتاخد كيس مقارونا ببطنها بزيت وبعد كده بحط فيها شوية بقصمات المطلون وبطنها كاني بعمل كيكة بالضبط بعد كده بنزل عادي بالطريقة العادية بتاعة البشاميل الحكاية دي بتخلي الطبقة الاخيرة من المقارونا كريزبي وليها طعم جميل جدا خصوصا ان البقصمات اللي عندي انا انبهارات المهم حطيت شوية جبنة متزرلة محترمين على البشاميل وسته دقيقة كده لحد ان جبنة مساحت رحت مقلب المقارونا كلها في شوية من البشاميل وحطيت طبقة بشاميل لتحت وبعد كده المقارونا وشوية بشاميل وهنزل باللحمة كانت متعصاجة ايها زي عندي والبشاميل الاول مقارونا وهحط بقى البشاميل اللي فوق خالص ودخلها على الفرن اهم حاجة الفرن تكون درجة حرارته عالية ومسخنة من قبلها كده انا بالنسبة لي الدنيا تمام انا يدوب البطاية هتتحمر وهحمر جنبها سبعين كده منبار لقيت كده اخر كيس منبار عني في التلاجة فقلت هتسلف الطماطم جبت الطماطم شلت منها الناشف خليطه للصلطة واللي هو الطري قطعته زي ما شايفين كده لازم تفتح الطماطمية وتقطعيها قدامك كده لازم وتشوفيها وطبعا بنشيل الجزء اللي فيه الزهرة او اللي بقى لازق فيه العنقود ده علشان الطماطم بتاخد الكمية ومنه بعد كده هحبش طبقة صلطة محترم يبقى جنب الاكل وطبعا كله في التوقيت ده انا كنت بحمر البطة والمنبار صنية المكارونا ما اقولكوش اللي حصل معايا بقى لولو جات قاعدة تهزر معايا فشلتها وقعدتها على رخامة المدق ووقفت وضلت وقف قدامها وعدنا نلعب ونهزر الحمد لله الحمد لله الحمد لله انسيت صنية المكارونا تحت الشواية لحد ما قلت ايه ده فيه حاجة انا فيه حاجة انا مشغل الفرن ليه اضلعت جاري على الفرن فالحمد لله تلاحقت يعني تلاحقت الحمد لله من الليلة وتمامي يعني وحطت الاكل بتعلوله والشربة والسلطة وحتت تحب تنخلل كده وكده تمام جدا المهم ما عايز اقولكم على حاجة بس شوفوا احنا لسه الاكلة محتوطة هو المطبخ عندي زي الفل اي حاجة كانت بتطلع في ايدي بخسلها مباشرة الحود مفهوش غير طبق صغنن بولا صغننة كده فيها معلقتين شايفين الصفاية عليها حاجات قدني كتير جدا اي حاجة بتطلع قد بخسلها كانت التماطم خلصت وهرستها بالهند بلندر وصبتها لما تبرد عشان اصفيها واشلها طبعا هي مش تعمل كمية لان انا عاملة شوية صغيرين مش كتير يعني على قد الفريزر اللي عندي انا ما اتغدينا بقى واشربنا شاي وقعدنا شوية مش عارف ايه قلت اعمل الفلفل انا بالمرة ما كسلش علشان اخلص منه لانه كان بعديها على طول تاني يوم تقريبا اول يوم اللي بعدها نزلت جبت الخزيم واليوم اللي بعده جبت الخزيم بتاع اللحوم فانا كنت عارفة ان مستنيني شوية ايام كده طواله وارا بعده كله امتعد فقلت لا ما بديهاش هعمله علشان اخلص منه انا بحب اعمله دايما نفرزه شعري حدا فالفريزر بينفعني جدا علشان الشاور ما بقى ممكن تعملي في كده ممكن تعملي شاشطا لو هتعمل شاشطاوك اللي هو في الحلة اللي بقول عليه الحلة عادي كباب حلة شغال كله ده شغال بقطعه كده نصين وبشيل منه البذر بتاعه خالص وبشيل الجزء الابيض دوه بيعام زيل فل كده نبقى شلية ايه تلاتين نازمة اساسا اللي هو الجزء الابيض ده انما الفلفل الوان نفسه اللي هو الرومي الوان ده ليه اسم كده بس مش عارفة ما بقوله عليه ايه مفيد جدا 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 يعني دايما بعمله اللولو اعطع لها كم واحدة ملونة كم حتة كده وحطها لهم في طبقين مختلفين عشان الوان تجزبها وتاكلها هو طعمه قريب من طعم الخيار بقى مسكر ايه بعد كده هحطه على كيس واحد بس لقيته كبير فحطيته على كيس وكيس تاني صغير كده قلت استعمل الكيس الصغير ده الاول وكده عندي كسين حلوين في التلاجة يعني انا دلوقتي عندي كسين آآ فلفل الوان متفرزين حلوين جدا في التلاجة بس انا عشان ما باستغنش عنه وباستعمله كتير والفترة دي هو الحمد لله الى حد بما يعتبر سعره كويس فان شاء الله منزل تاني هجيب حوالي نص كيلو تاني واعمل تعالفين انا بضغطش على نفسي انا بفرز على قد وقتي وعلى قد المساحة اللي عندي يعني انا على فكرة عندي الفريزر لسه عندي فيه مكان ممكن يشيل طماطم بزيادة بس انا مش عايز اعمل كده يعني عشان الدنيا ما تتدربكش انا مرتبة الفريزر والدنيا زي تمام وزي الفل فكده افضل كتير جدا بالنسبالي ما فرز اللي هو ممكن يكفيه شهر رمضان وشكرا انما مش هفرز لسه انا الكلام ده لو انتي عندك ديب فريزر والكلام ده لو انتي عندك اسرة مسلا عددها خمس ست افراد انما احنا اتنين ولولولو لسه صغير مهم كنت جايب غزر عايز ابشوره لاني بستعمله كتير جدا جدا في الاكل خصوصا بتعلوك الاكل بتعلوله بالذات بستعمل فيه غزر مبشور كتير جدا يعني باخده عن نار انما مش باخده زي ما هو كده مثلا احطه في السلطة او احطه مع انه على فكرة الجزر المبشور لو تشال بيبقى كواس في السلطة انتي بس فكين من التلك التاعه انما ما بجلولوش اي حاجة انما ما ينفعش تغديد حطيه في اي حاجة تانية اه طلعت الكبه الكتشن كاملة جاي معاها القطع اللي مش شايفينها دي اه بتقطع شرايح والبطاطس كزا نوع شكل بطاطس مش عارف ايه وشرايح ودواير وصوابع وصلطة مش عارف ممي يعني هحاول عمل لكم ريفيو عن الكتشن ماشين دي اسمها هوم حلوة جدا جدا وهتعجبكم اسفع الرنات دي بقى معلش سامحوني المهم هي بتتركب ليها تكة كده ليها قبل بتتركب وبتركب في الكبه الكبه الكبيرة نصيحة يعني لما تيجي تجيبي كتشن ماشين ما تنقيش الكبه بتاعتها صغيرة لاني مسير اولادك هتكبر ومسير العيلة بتاعتك هتكبر فهتحتاج لحاجة كبيرة اه دي كانت نصيحة اخت جوزي في موضوع الاجهزة المنزلية والكبات عموما يعني اللي عليك لها الموضوع ده اه بركب الكبه عليها عادي والجزء ده بيركب فوق وفوق الغطل بتاع الكبه وليها جزء بينزل منه الخضر اللي عايزة تبشريه او تفرميه او تعمليه سلطة او اي حاجة وعايز اقول لكم لو انتوا عايزين بتعملوا في النوع بتاع الكبه دي ملوخية ما بتعصرهاش بتخروطها عادي كأنك خرطاها عادي جدا فهي ماركة كويسة جدا ان شاء الله عمل لكم عن نهاي ريفيو بإذن الله عن كل حاجة خاصة بيها هي ماركة توركي من الصيني ماركة هون ماركة توركي من الصيني فاخدي بالك كنت بتجيب الكارتونة لان فيه منها نفس الاسم الصيني اخدي بالك كنت بتجيب الحاجة زي ما انتم شفتوا في الثانية اللي تلت على رأي ده دي كان الجزر بتاعي مبشور ناس بقى اللي سألتني على تفريز البصل اللي هو يبقى متقطع واشيره متفرز علشان اطلعه على الأكل على طول على النار يعني للأمانة ما جربتهاش ولا مرة قبل كده هي مرة واحدة كنت عاملة كمية بصل اللي كباب حلة وفض معاه شوية لقيت كنت عاملة بزيادة حطيتهم في شنطة في التلاجة واستعملتهم كان عادي بس اللي هي مش التجربة اللي ممكن اجربها قبل بعد كده يعني البصل وتك تك في ايدك او في الكبه مبتاخدش حاجة يعني انه فرز الحاجات اللي بتاخد وقت زي الصلصة الجزر بيحتاج فترة في بشره وفي سلقه الحاجات اللي زي كده بقى الموضوع سهل يعني المهم بعد كده انا عايزة اقول لكم بس على حاجة علشان واحدة قالتلي انا تلاجتي صغيرة ونفسي فرز هاتي يا حبيبتي وفرزي على قدك ايه المشكلة هاتي على قد نفسك وفرزي اما انا ما عنديش دي فريزر ايوا التلاجة التوشيب الاربعتاشر والستاشر ما شاء الله الفريزر بتاعي بكبير جدا وبيشين واعتق ان انا شفتوه معايا في الفيديو اللي فات شاء الكمية التفرزات محترمة بالنسبة لفردين انا شايف انها كويسة جدا هاتي اللي نفسك فيه بس ما تجيبش كميات يعني هاتي كمية مثلا تقضيك مثلا حد في شهر رمضان الشهر بقى كله يعني تعب وعبادة في نفس الوقت تتعب من الصم وعبادة بقاش فيه وقت هاتي وفرزي على نفسك بس هاتي كميات قليلة كنت غلفت اه حطيت الطماطم خلاصة عندي سبت شوية ما صفتهم مش قلت يقول الخلطة سوري للمحشي اه معريش عشان لولو قلبت كل الحاجات بتاعتها على الارض فش مركزة لايسا همحك وحطت شوية لب وفول ومش عارف ايه وكده اليوم بتاعنا هتمام وزي الفل انا اسفني بتاخر على الفيديوهات بس انتم عارفين فيه امتحنات جامعة شغالة وانا شغالة في الجامعة فمتعينة في الجامعة فالوضع بيقصعب شوية المهم نشوفنا الالف الخير مش تشبه اللايك ودعوة الحلوة سلام عليكم